بسم الله الرحمن الرحيم حديثنا اليوم عن ملحمة الرس ملحمة عظيمة وأصدق من يصورها هو المؤرخ عثمان بن بشر المعاصر للأحداث يقول لك بن بشر أن في سنة 1232 رحل باشا إبراهيم باشا من حناكية ووصل إلى ماوية ومن ماوية سار إلى الرس بجميع عساكره يقول كان مع إبراهيم باشا في مسيره إلى الرس عدد هائل وعدة كبيرة وكيد هائل مما ليس له نظير يقول لك بن بشر كان معه مدافع وقبوس هائلة كل واحد منها يثور مرتين مره من بطنه ومره تثور الصاصة وسط الجدار يقول ابن بشر فأقبلت عساكر الروم مع باشتها إبراهيم ونزلوا الرس في شهر شعبان فثبت له أهل الرس وحاربوه يقول لك فحاصر الروم أهل الرس حصارا شديدا وتابعوا الحرب عليهم في الليل مع النهار كل يوم يسوق الباشا على سور الرس صناديد الروم بعد أن يضرب سور الرس ضربا عنيفا بالقبوس والقناة فيتهدم أجزاء كثيرة منه يقول ابن بشر لكن الله أنزل السكينة على أهل الرس والمرابطين منهم ليه لأن الأمر كان مريع وفضيع ضرب بالقنابل والرصاصر ليل مع النهار على أهل الرس يقول ابن بشر فقاتل أهل الرس قتال من يحمل أهل والعيال وصبروا صبرا ما له مثال فكلما هدمت ترك السور سور الرس بالقنابل والقبوس في وقت النهار يقوم أهل الرس ويبنون الذي يتهدم منه بالليل وكلما حفر الترك أنفاق أو حفر للبارود حفر أهل الرس تجاهه عشان يبطلون هذه الأنفاق وبعض الأحذيان يثور عليهم النفاق لأن الترك في جيش إبراهيم باشا كانوا يحفرون أنفاق عشان يدخلون على الرس من داخلها فيملؤون النفاق بالبارود ليتفجر داخل الرس وهذا كله من تدبير مهندس الحصاري فرنسا اللي مع إبراهيم باشا في حصار الرس ومن نصائح خبراء المدفعية الإيطالية لما حاصروا الرس ورافقوا إبراهيم باشا في تلك الحملة يعني هذه كانت حملة شديدة وعنيفة على أهل الرس يقول ابن بشر أن الحصار طال على أهل الرس وذكر أن الترك أو مثل ما يسميه ابن بشر الروم رموا أهل الرس في ليلة من الليالي بخمسة آلاف رمية من المدافع الألمانية والتركية المصاحبة لهم وضربوها بآلاف الرميات من القبوس والقنابل وأحرقوا بسبب ذلك خلف قلعة الرس كثير من نخيل أهل الرس يقول لك أن أهل الرس وهم محاصرون من قبل جيش إبراهيم باشا شاهدوا الإمدادات تصل إلى إبراهيم باشا بالقبوس والقنابل والخيال التركية والمشاة الألبانية والرمات البشناق والجنود الرمية وغيرهم فتيقن أهل الرس أن الأمر سيصل إلى حد المجزرة ثم هلاكهم وهلاك أهليهم فقرر أهل الرس أن يرضوا بمصالحة إبراهيم باشا حفاظا على أهاليهم وأطفالهم وذراريهم فتمت المصالح بين أهل الرس وبين إبراهيم باشا سنة 1232 هجرية لكن شوفوا شفعل إبراهيم باشا بعد مصالحة أهل الرس يقول لك ابن بشر أن إبراهيم باشا لوحده فقط قتل بعد أن صالح أهل الرس سبعين رجلا منهم وقامت جنوده التركية وعساكرة بقتل ستمائة رجل من أهل الرس ملحمة الرس هذه تحتاج إلى عمل درامي كبير من شدة ما حصل فيها من القتل والبسالة في الحرب من أهلها ثم بعد أن تمكن إبراهيم باشا من الرس وصل بجنوده إلى الخبرة سنة 1232 حجرية يقول لك ابن بشر وصل جيوش إبراهيم باشا بلدة الخبرة فلما نزلوها أوقع في قلوب أهل الخبرة الرعب والهلأ من شدة ضربه للقنابل ورمي المدافع فتفرق أهل الخبرة وبواديها في محون الخبرة وقراها وجبالها وصحاريها ثم بعد أن انتهى إبراهيم باشا من الخبرة تحول بجيشه إلى عنيزة وحصل هناك قتال كثير مع جر القنابل والقبوس وغيرها وكان الرمي هائل حتى سلمت لها عنيزة وللحديث بقية ونلتقيكم على خير إن شاء الله